شهر رجيع وصانا أقبل علينا علينا أرهمنا أخي خالد هيا بنا لنشتري عطرا لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب كل ما يحبه حبيبنا صلى الله عليه وسلم واستخدام العطر والطيب اقتداء بسنته أيضا أليس كذلك؟ إذن فلنسرع شاركوا حفل المولد النبوي الشريف مع الطيب فإن الطيب سنة نبوية يمكنكم تقديم هدية لأصدقائكم وكذلك للعلماء أخي حضر لي سندويشة لا أنت لم تدفع الفلوس من قبل والآن تريد زيادة بمجرد بيع العطور سأدفع مالك عندي إذن بيع عطورك وتعالى لتأكل شاركوا حفل المولد وأنتم متطيبون بكم عطر الورد هذا؟ مئة ليرة مئة ليرة؟ أعطيك بتسعين إن أردت لا إذا تبيعني بثمانين سأشتري زجاجة واحدة سعره أكثر ولكن سأبيعك يا إلهي لقد انكسرت الزجاجة ولكن لقد سقطت الزجاجة منك فانكسرت هذا خطأك لأنني لم أمسك بها جيداً وتركتها أنت سأحضر لك زجاجة أخرى غيرها لا أريد أن أشتري الآن علينا مساعدة الفقراء بمناسبة المولد النبوي أخي نعمان أعطيني اللصاقة وإن وجدنا مريضاً محتاجاً ولدينا قدرة على تحمل تكاليف علاجه فعلينا ذلك ما أحسن أن تتضاعف فرحة المولد الفرح الحقيقي هو إدخال السرور على الآخرين سنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة ما كان ينبغي لك فعل ذلك أخبرني ماذا فعلت هل تظن أنه إذا عرض عملك هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فهل يفرح به يا ترى أم سيحزن؟ أعتذر لك كان لا ينبغي أن أفعل ذلك خذ هذه مني هدية وأرجو أن لا ترفضها جزاك الله خيراً هل أنت مستعد للاحتفال؟ بني يكفيني القدرة على تأمين الطعام لي ولأولادي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة وبركة عظيمة من الله تعالى علينا فاحتفل ولو بإضاءة لمبة أو ما تيسر لك من الزينة ورد المشرف في ربيعي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأقيم حفلة للمولد بمنزلي وأنتم مدعوون جميعاً نحن مستعدون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف لكن تحتفلون بأي طريقة؟ ماذا تقصد بأي طريقة سنحتفل؟ نعم يا أخي اسمعني سنحتفل بالطريقة التي يفرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم طبعاً احتفلوا بالمولد الشريف بالطريقة التي يفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف؟ شاركوا حفل المولد النبوي الشريف مع الطيب فإن الطيب سنة نبوية أخي الكبير هل بعت جميع عطورك؟ كيف يمكنني بيعها في ليلة واحدة؟ إن شاء الله سيتم بيعها هذه الليلة وستتمكن من الاحتفال بالمولد وبالمناسبة ستقام حفلة للمولد مساء الغد بمنزلي ننتظرك نعم إن شاء الله هلت يا ربي هل للك متعتي الدنيا بجمالك هلت نعم بكل تأكيد اعطيني زجاجة عطر أيضاً ما لك متعتي الدنيا لا وأنا أريد العطر أيضاً هلت يا ربي شهر به لنا الهدى وبهن جلا عن الرضا شهر به لنا الهدى وبهن جلا لم يسبق لي هذا من قبل اليوم تم بيع جميع العطور وهذا أمر مذهل الحمد لك يا رب عمو انتظرني أريد زجاجة أخرى لي لقد تم بيع جميع العطور لقد أخبرتك أنك ستبيعها الكون يرقص والكواكب تنجالي وجلوا عروس جماله فيه احتفلوا بعيد المولد النبوي الشريف وساعدوا الفقراء وانشروا الإسلام بأفعالكم قولوا الحق ولا تغضبوا ولا تتكبروا ولا تحاسدوا حافظوا على الصلاة مع الجماعة واتبعوا السنة النبوية الشريفة هذه من بركات الحفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتعلم الأعمال الصالحة فيها فهيا بنا ولنحتفل بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم بطريقة التي تسعد الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك